أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 349 الحديث التاسع ذكر رواية عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وسقط منها اسم الإمام من النساخ من الرواة لكنه جاء بها رواية حين قال الصدوق وتصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع الرواية هذه تحدثنا عن شأن آخر في هذا الحكم الروايات المتقدمة تحدثت عن أن الزوجة لا ترث من الأرض التي يملكها زوجها أيام حياته فيا لا تملك ولا تأخذ شيئا من الأرض التي يملكها زوجها أيام حياته حينما تأخذ ميراثها الروايات المتقدمة لم تتحدث عن أن الزوجة لها ولت أو ليس لها ولت وإنما تحدثت بشكل عام والحكم ناظر مثل ما بينت لكم في جهة العلة التقنينية ما يرتبط بالأصل والفرع ومن أن زوجة تأخذ من الفرع ولا تأخذ من الأصل لأنها لا ترتبط بالأصل بأصلهم النسبي أما من جهة ملاكية التشريع هذه رواية واضحة جدا سأقرأ منها موطن الحاج من الكاف الشريف من الجزء السابع صفحة 137 إنه الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإنما صار هذا كذا أي أن الزوجة لا ترث من الأرض من مراث زوجها كي لا تتزوج المرأة كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين وهذا التعبير من قوم آخرين يشعر بشكل واضح بالمعنى الذي حدثكم عنه القوم الآخرون هنا أن نواصل جلاوزة السلطة كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقاره هنا في رواية ابن أذينة وابن أذينة هذا هو عمر ابن أذينة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو من أصحاب الأصول من أصحاب الكتب القديمة التي ألفت زمان الأئمة ألف كتابه زمان الصادق صلوات الله عليه وهو من الشخصيات الشيعية المرموقة ولذا فإن الكلام هنا رواية ما هو بفتوى مثل ما أراد البعض من علماء الشيعة أن يقول من أن هذا الكلام فتوى من ابن أذينة رواية وقد صرح الصادق بذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع إذا كان لهن ولد أعطينا من الأرض إذا كان لهن ولد هذا حكم جديد الروايات الروايات المتقدمة تحدثت عن أن المرأة لا ترث من الأرض بشكل عام هذه الرواية تخبرنا عن أن المرأة إذا كان لها ولد فإنها ترث من الأرض وسيأتينا شيء آخر غير هذا ولكن بالتدريج هناك روايات قد تشعر من أن الحكم ثابت في المسألة على طول الخط مع أن رواية ابن أذينة جعلت للحكم أكثر من درجة فبحسب رواية ابن أذينة من أن المرأة إذا كان لها ولد فإنها ترث من الأرض في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع في الميراث والرباع هي الأراضي هناك رواية جاءت في بصائر الدرجات وبصائر الدرجات لشيخنا الصفار محمد بن الحسن من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وهذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 167 إنه الحديث الرابع عشر عن أبي مخلد قطعا بسنده بسند الصفار عن أبي مخلد عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر إنه باقر العلوم دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر جاء به جعفر الصادق ولده فجاء به جعفر صلوات الله عليه مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء إن النساء فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء فقال أبو جعفر هذا والله خطه علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله قد تشعر هذه الرواية من أن الحكم يبقى مستمرا باعتبار أن هذا قد خطه الأمير بيده وبإملاء رسول الله مثل ما تقول الرواية في كتاب علي إنها صحيفة الأحكام كتاب علي صحيفة الأحكام التي عندهم صلوات الله عليه هم ليسوا بحاجة لها إنما هي مواريث النبوة ودلائل الإمامة تعرض للشيعة كي تطمئن قلوب الشيعة ليس إلا هذه الرواية وهناك رواية أخرى أقرأها من الكافي الحديث الثامن صفحة 137 بسنده عن يزيد الصائخ قال سألت أبا عبد الله سأل الصادق صلوات الله عليه عن النساء هل يرثنا الأرض؟ يعني الأرض التي هي في ميراث أزواجهن سألت أبا عبد الله عن النساء هل يرثنا الأرض؟ فقال لا ولكن يرثنا قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوت فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف الرواية المتقدمة من كتاب علي وهذه الرواية قد تشعر هذه الروايات ببقاء الحكم على طول الخط لكننا إذا رجعنا إلى أحاديث الأئمة فإن الروايات أخبرتنا أن صاحب الأمر سيأتي بأمر جديد وسيأتي بالمثال المستأنف وسيغير أحكام الميراث أقرأ عليكم رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكرها الصدوق في كتابه الاعتقادات أو ما يعرف بعقائد الصدوق أيضا هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي قموا المقدسة صفحة مية وثلاثة عش وقال الصادق عليه السلام إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة في عالم الأظلة قبل أن يخلق الأجسادة بألف عام إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجسادة بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخى الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخى من الولادة فأخ الولادة قد لا يكون أخا في عالم الأظلة وأخ في عالم الأظلة قد لا يكون أخا بالولادة فقانون الميراث سيتغير بالمطلق في زمن الإمام وإنما جاء ما جاء في كتاب علي وجاء ما جاء في حديث الأئمة من أنهم إذا ما ولوا ولم يرضى الناس ضربناهم بالسوت فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف الأئمة هنا يريدون أن يؤكد هذا الحكم مر علينا قبل قليل من أن الأرض ركيزة الاقتصاد كانت عدد الشيعة قليل الزيجات من غير الشيعة كثيرة برنامج الإمام يحتاج هذه المعطيات السلطة ضاغطة وتخطط لإفقار الإمام والشيعة بكل ما أوتيت من قوة فلابد من برنامج حاد وشديد يضع الحدود الواضحة أمام الشيعة فكان الذي كان وإلا رواية ابن أذين كسرت هذه القيود فرواية ابن أذين شرعت للنساء حينما يكون لهن أبناء أن يرثن من الأراضي هناك الكثير من الأحاديث والكثير من الروايات والكثير من التفاصيل لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأريد أن ألملم أطراف الموضوع نذهب إلى فاصل هناك رواية مهمة جدا الحديث الثامن صفحة 349 من الجزء الرابع من الفقي من فقيه الصدوق فقيه من لا يحضره الفقيه هذه رواية ابن أبي يعفور ومعه أيضا الفضل ابن عبد الملك شخصيتان شيعيتان معروفتان ابن أبي يعفور يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا هذا سؤال ابن أبي يعفور عبد الله ابن أبي يعفور سألته عن الرجل وهو من الشخصيات الشيعية البارزة وكذلك الفضل ابن عبد الملك من الشخصيات الشيعية البارزة سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا باعتبار أن حكم عدم وراثة المرأة من الأرض كان معروفا بسبب الحيثيات التي بينتها لكم فماذا قال الإمام فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت هناك من علماء الشيعة من حملها على التقية ولا توجد أي تقرينة على التقية ابن أبي يعفور والفضل ابن عبد الملك من خواصي الإمام الصادق لا توجد أي إشارة إلى التقية الرواية صريحة وواضحة جدا هناك من علماء الشيعة من قال يقصد منها ذات الولد التي عندها ولد ولا دليل على ذلك ناظرا إلى رواية عمر ابن أذين التي قرأتها عليكم قبل قليل في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع لكن ما علاقة هذه الرواية ما علاقة رواية ابن أذين برواية ابن أبي يعفور فهناك من قال من أنها جاءت بلسان التقية ولا دليل على ذلك ومن أنها جاءت تتحدث عن الزوجة حينما يكون عندها ولد ولا دليل على ذلك وهناك من ذهب بعيدا من أن الرواية أخذت ب شرط رضاء الوارثين بقية الوارث من أن الزوجة تأخذ من الأرض ولا دليل على كل هذا هذه الرواية لا علاقة لها بالتقية ولا علاقة لها بأن الزوجة عندها ولد ولا علاقة لها بأن شرطا قد اشترط في مضمونها وهو رضاء الوراث رضاء الوارثين أن الزوجة تأخذ من الأرض كل هذا الكلام خراء لا علاقة له بالرواية الرواية صريحة وواضحة جدا وهي حاكمة على سائر الروايات الأخرى قوية جدا الإمام هكذا قال يرثها وترثه ميراث الزوجة والزوج على حد واحد يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت الرواية صريحة في أن الزوجة أكان عندها ولد أم لم يكن فإنها ترث من الأراضي وهي صريحة جدا صار واضحا عندنا هناك عدة آفاق روايات قالت بعدم وراثة الزوجة من الأرض مطلقا ورواية قالت وهي رواية ابن أذين من أن المرأة التي لا ترث من الأرض هي التي ليس لها ولد من زوجها التي عندها ولد من زوجها ترث من الأرض وهذه رواية في أفق ثالث تقول من أن زوجة ترث من زوجها ومن الأرض بغض النظري أكان عندها ولد أم لم يكن يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت هناك في الروايات ما يشير إلى أفق أضيق من الأراضي وهذا يؤيد بشكل واضح ما شخصته في النظر إلى هذه الروايات أقرأ عليكم الرواية من الكافي الشريف من الجزء السابع صفحة 135 من الباب 68 الحديث الثاني عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر ماذا يقول إمامنا الباقر إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى القرى البساتين من القرى والدور البيوت والسلاح والدوام بشيئا وحتى من الحيوانات هذا تضييق هذا سيعود بنا إلى أجواء المعارضة وإلى تضييق الظالمين على الأئمة والشيعة إنهم يتحركون باتجاه تفقيرهم وإفقارهم وضربهم اقتصادية فلذا لا بد من وجود برنامج للمحافظة على الحالة الاقتصادية وحتى على الحالة اللوجستية عسكريا والسلاح والدواب الدواب الإطلاق الأول على الخيول الإطلاق الأول لكلمة الداب في لغة العرب على الفرس على الخيول وبقرينة السلاح والسلاح والدواب هذه قضية لوجستية عسكرية إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى الأراضي الزراعية والبساتين والدور البيوت والسلاح والدواب بشيئا وترث من المال من النقد والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقد مواد البناء ويقوم النقد والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها النقد والأبواب هذا للبيوت والجذوع والقصب للبساتين فتعطى حقها منه الرواية واضحة هنا تضييق ليس من الأراضي فقط وإنما حتى من السلاح والدواب من الحيوانات فهذا الحكم حكم متحرك حينما يكون الحكم متحرك فهو حكم معلن إذا توفرت علله يطبق إذا لم تتوفر علله لا يطبق ومن هنا سننتقل إلى المرحلة الرابعة مراد بالمرحلة الرابعة ما جاء في رواية ابن أبي يعفور يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت المرحلة الأولى التضييق بحيث لا ترث المرأة لا من البساتين ولا من البيوت ولا من السلاح ولا من الدواب من الحيوانات من الخيل وغير الخيل من الأبقار والجاموس من الأغنام والماعص لا ترث من هذه العناوين هذه العناوين هي ركائز الاقتصاد في زمان الأئمة بقرينة السلاح بسائر الجهات التي حدثتكم عنها القضية واضحة هذه المرحلة الأولى تمنع الزوجة من أن ترث من البساتين والأراضي الزراعية والدور والمساكن من أرضها لا من البناء البناء يقوم ويدفع للزوجة وكذلك السلاح وكذلك الحيوانات المرحلة الثانية تمنع من الأراضي فقط ليس هناك من ذكر للسلاح ولا للدواء المرحلة الثالثة الحكم خاص بالتي ليس لها من ولد لأن التي لها ولد كما في رواية ابن أذين تعطى من الرباع من الأراضي ومن بقية العناوي المرحلة الرابعة هي هذه في رواية ابن أبي يعفور يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت هذا تطبيق لقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه روى حديثنا والنظر في حلالنا وحرامنا هذا هو النظر في الحلال والحرام هذه الطريقة الاستنباطية لا يعمل بها مراجعكم في النجف وكربلا يعملون بطريقة أخرى بطريقة الشافعية المعتزلية بالطريقة التي ورثوها عن الطوسي وطوسي شافعي معتزلي حتى النخاء لا شأن لنا لا بالطوسي ولا بالطوسيين البتريين من مراجع النجف وكربلا نحن والمسألة أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذا النظر في حلالهم وحرامهم هذا نظر في حلالهم وحرامهم في إطار قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي إطار حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فإنني ما خرجت عن هذا السياج وكل الكلام في أجواء كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي قرينة أخرى أضيفها إلى هذه الحيثيات التي أخذتها بنظر الاعتبار في مسألة النظري في الحلال والحرام هذا هو الفقه الرضوي فقه إمامنا الرضا وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة ميتين وتسعة الباب الثامن والأربعون باب الفرائض والمواري هذا فقه الرضا فقه إمامنا الرضا في الباب كله لم يرد أي شيء لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة اعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائضة بقدر مقدور وحساب محسوب وبيّن في كتابه ما بيّن من القسمة ثم قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل الإرث على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ومع الولد الرب لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة وجعل للزوجة الربعة إذا لم يكن لها ولد والثمن مع الولد على هذا السبيل على هذا السبيل على سبيل القدر المقدور والحساب المحسوب الكلام واضح فمثلما يرث الزوج من الأرض من ميراث زوجته ترث الزوجة من الأرض من ميراث زوجها الكلام واضح أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم اعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائضة بقدر مقدور وحساب محسوب بالدقة وبين في كتابه ما بين من القسمة ثم قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل الإرث على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد والثمن مع الولد على هذا السبيل ولم يأتي شيء بعد ذلك في كل ما ذكر بخصوص أحكام الميراث من هذه الصفحة ميتين وتسعة إلى الصفحة ميتين وخمستعشر لم يرد ذكر لموضوع الأرض وللتفريق بين ميراث الزوجة وميراث الزوج الكلام واضح وصريح وقطعي وجاء على سبيل الدقة والحساب المحسوب مثل ما قال إمامنا الرضا بقدر مقدور وحساب محسوب بالدقة الكاملة وبين لنا ما جاء في ميراث الزوج والزوج هذه قرينة وقرينة قوية جدا قد يقول قائل من أن الروايات الأخرى ستكون شارحة لكلام الإمام الرضا لكن علينا أن نعرف من أن الكتاب هذا بمثابة رسالة عملية الأحكام قد بينت فيها بشكل نهائي إنها قرينة من القراءة وكذا الحال في التوقيعات المهدوية وإن لم تكن قد وصلتنا كاملة لكن ما بأيدينا من التوقيعات خلي من ذكر هذه المسألة هذه قراءة التوقيعات المهدوية قرينة ما جاء في الفقه الرضوي قرينة هذه القراءة أضيفها إلى المعطيات المتقدمة التي أخذتها بنظر الاعتبار حين نظرت في حلالهم وحرامهم فيما يرتبط بهذه المسألة مع ملاحظتي أن النص الرضوية في الفقه الرضوي نص قطعي واضح لا يقبل التغيير والتبديل الكلمات واضحة وقطعية وبينة والحال هو هو في رواية ابن أبي يعفور يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت هذه المعطيات بمجموعها تشكل لنا قاعدة تفكير قاعدة فكر قاعدة تدبر قاعدة تفهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول سيد الأوصية ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر فهذه قراءة فيها تدبر وهذا علم فيه تفهم أعتقد أن حيثيات المسألة باتت واضحة بعد ذكر كل هذه التفاصيل سأنتقل بكم إلى معرفة أحكامهم الإمام هكذا قال روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا أنا أجيب على سؤال السائلة من السعودية ولكنني أيضا أريد أن أوضح لكم الطريقة التي أستنبط بها الأحكام لأنني قد وعدتكم أن أقدم لكم في برنامج في قادم الأيام الرسالة العملية الزهرائية الموجزة الموجزة المتلفزة فأنا لا أستطيع أن أجري بحثا استدلاليا مع كل مسألة أذكرها لكم لكنني أردت أن أبين لكم الطريقة التي أستنبط بها الأحكام كي تعرفوا الطريقة التي تصل إليكم الأحكام والفتاوى من خلالها فإذا أنتم تطمئنون لها وتقتنعون بها فحينئذ بإمكانكم أن تعتمدوا على تلك الأحكام والفتاوى أما إذا كنتم تريدون الطريقة الشافعية والبخارية السيستانية الخوئية الطفسية فدونكم المراجع ودونكم الفقه البتري ودونكم ودونكم إذن حققنا العنوانين روى حديثنا فقد رويت لكم الحديث رويت لكم الحديث وأنا قد رويته لنفسي من قبل وتعلمته من قبل روى حديثنا أي تعلمه من قبل ونظر في حلالنا وحرامنا وهأني أنظر في حلالهم وحرامهم ضمن سياجي منظومة بيعة الغدير وعرف أحكامنا سنذهب إلى النتيجة النهائية ولكن بعد الفاصل شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعرف أحكامنا ما هي أدلة هذا الحكم الذي صرحت به في بداية الحلقة من أن الزوجة ترث من كل تركة زوجها من الأراضي الزراعية ومن الدور والبيوت ومن سائر أمواله ولا يوجد شيء لا ترث منه الزوجة من ميراث زوجها القرآن هذا أولا سورة النساء إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة آية طويلة في أحكام الميراث أذهب إلى ما يرتبط بميراث الزوج والزوجة تبدأ الآية هكذا ولكم الخطاب للأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين الآية واضحة الزوج يرث من كل ميراث الزوجة والزوجة كذلك لا يوجد في الآية شيء له علاقة بتفصيل الميراث ومثل ومثلما بقية الآية تطبق على الأفراد الآخرين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار إلى آخر الآية هذا التفصيل يفهم مثل ما جاء في ألفاظ الآية فكذا الكلام بالنسبة لميراث الزوج والزوج هذا الشطر الأول من الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين الكلام الكلام واضح السهام متفاوت الزوج له نصف وربع وربع والزوجة لها ربع وثم لكن الميراث هو الميراث الزوج يرث من كل ميراث زوجته والزوجة كذلك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إلى آخر الآية فالكلام هنا في الجزء الثاني من الآية يفهم كما هو مثل ما جاء في ألفاظ الآية والأمر هو هو في النصف الأول من الآية في الجزء الأول من الآية فيما يرتبط بميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها ماذا جاء في تفسيرهم لهذه الآية في تفسير العياش في الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 252 إنه الحديث السادس والخمسون عن سالم الأشل قال سمعت أبا جعفر الباقرة صلوات الله عليه يقول إن الله أدخل الزوجة والمرأة والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثم الربع بالنسبة للزوج والثم بالنسبة للزوجة في أقل التقادير كلام الإمام واضح من أن الأمر يجري على حد سواء على الزوج والزوجة إن الله أدخل الزوجة والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثم قد يقول قائل من أن الرواية لا علاقة لها بوراثة الزوجة من الأرض في ألفاظها نعم لكنها في سياقها العام وفي ارتباطها بالموضوع خصوصا إذا أخذنا في نظر الاعتبار ما مر من بيانات في النظر في الحلال والحرام فيما يرتبط بأحكام الميراث إن الله أدخل الزوجة والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثم أو من الربع والثم في تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة فيما يرتبط بالآية التي نحن بصددها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فلزوجها الربع وللمرأة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع وإن كان له ولد فلها الثمن الكلام هو هو الآية الأحاديث الروايات لم تشر لا من قريب ولا من بعيد في أصل الآية وفي أصل الحكم إلى عدم وراثة الزوجة من الأرض من الأراضي التي هي من ميراث زوجها هذه هي الآيات والروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث الآية واضحة مع الروايات المفسرة وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط وكذلك الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث وهي كثيرة وهي كثيرة أتحدث عن الروايات المشرعة والمؤسسة للتفاصيل وإلا فما قرأته عليكم من تفسير العياش ومن تفسير القم هي من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث لكنني أتحدث هنا عن تفاصيل الأحكام وأأخذ لكم رواية على سبيل المثال فالروايات كثيرة بهذا الشأن أقرأ من الكافي من الجزء السابع صفحة 107 إنه الباب التاسع والخمسون الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إسماعيل الجعفي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه في زوج وأبوي قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوي قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ولا حديث عن الأرض ومثل هذه الرواية كثير عندنا هذا مثال من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث وما قرأته أيضا من العياش ومن القم قرأت من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث في أصلها في إجمالها أما هذه الرواية ففي تفاصيل الأحكام أعيد قراءتها فهل تستشعرون أن الإمام الباقرة قد ترك شيئا من الحكم أو أن الرواية لها علاقة بمنع الزوجة من وراثة زوجها في أرضه عن إسماعيل الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في زوج وأبوين يعني أن الزوجة هي التي ماتت في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث لأم الزوجة وللأب ما بقي ولأب الزوجة ما بقي وقال في إمرأة مع أبوين مع أبوين لزوجها زوجها الذي توفي قال للمرأة الربع لأنه ليس له من ولد وللأم الثلث وما بقي فللأب لأب الزوج ولأم الزوج الرواية واضحة ومثلها كثير جدا هذا الباب مملوء بالروايات من مثل هذه الرواية ولا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كثيرا من الروايات إذن عندنا قرآن واضح لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد منع الزوجة من وراثة الأرض من مراث زوجها وعندنا الروايات المفسرة وهي واضحة أيضا وهي من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث بنحو إجمالي وعندنا الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث بنحو تفصيلي وإذا أضفنا إلى هذه الحقائق ما كان من نظر في الحلال والحرام في معطيات حكم هذه المسألة ما أردته لكم وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما جاء في رواية ابن أبي يعفور التي ذكرها الصدوق في الفقي سألته عن الرجل ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا بما هو معروف من حكم مؤقت ومعلل فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت هذه الرواية لوحدها كافية ولا حاجة لكل هذه التفاصيل قرآن مع روايات مفسرة للقرآن وهي مشرعة ومؤسسة لأحكام الميراث مع روايات مشرعة ومؤسسة لأحكام الميراث في التفاصيل والتفارية مع كل المعطيات والنتائج التي استخرجتها لكم من النظر في الحلال والحرام فيما يرتبط بأحكام الميراث بحسب ما علمنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما جاء في رواية ابن أبي يعفور وهي واضحة وصريحة يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت وإذا أضفنا إلى ذلك واقع الحياة العملي فإن الدين جاء لخدمة الإنسان كي يكون منسجما مع واقع الحياة العملي إذا أضفنا هذا إلى كل الذي تقدم النتيجة واضحة واضحة جدا فإن الزوجة ترث من كل تركة زوجها من الأرض وغير الأرض لا شأن لي بما يقوله السيستاني وغير السيستاني هذا هو فقه العترة الطاهرة كما أفهمه نذهب إلى فصل عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من تكلم في الله هلك ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله العجب هلك اشتدت مؤونة الدنيا والدين فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته فإن الله لا يُعبد حق عبادته وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعاني حظك من الدنيا والآخرة هذا ما أفهمه من فقه العترة الطاهرة وهذا ما أفتي به لنفسي ولغيري إن كان مقتنعا بصحة هذا الكلام هناك أمر مهم لا بد أن أشير إليه للذين لا يريدون أن يعملوا بهذه الطريقة التي شرحتها ووضحتها هناك مسألة مهمة جدا أنكرها الطوسيون الطوسيون تمسكوا بقاعدة جاءوا بها من النواصب من أن الواقعة فيها حكم واحد بينما عند الأئمة الواقعة فيها أحكام عديدة المكلف المكلف بإمكانه أن يختار أي حكم من هذه الأحكام أقرأ لكم رواية من الكاف الشريف وغيرها كثير ووفير عندنا لكن الوقت لا يكفي لقراءة الكثير من الأحاديث الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والثمانين إنه الحديث السابع من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث بسنده عن سماعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند الكلين عن سماعة عن الصادق صلوات الله عليه قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذه القاعدة من قواعد فقه العترة الطاهرة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذه تطبق في حالتين في الحالة التي المكلف يعرف أن الواقعة لها أكثر من حكم فبإمكانه أن يختار الحكم الذي يجده مناسبا لحاله وكذلك حينما يكون هناك أكثر من حديث أكثر من رواية أكثر من حكم نقله أكثر من واحد وهناك اختلاف في ذلك فبإمكاني المكلف أن يختار أحد الحكمين هذه القاعدة لو طبقناها فعلينا أن نضع خطين متعاكسين على كل الرسائل العملية للمراجع الطوسيين البتريين هذه القاعدة تقلب الفتاوى قلبا وفقه أهل البيت يستند إلى هذه القاعدة استنادا كبيرا خصوصا عند الذين لا يملكون الفهم الدقيق والكامل لأحاديث أهل البيت بسبب عدم موسوعيتهم الفهم الدقيق هو فرع لموسوعية الإطلاع والحفظ لأحاديث أهل البيت روى حديثنا روى حديثنا بموسوعية أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا نطبق هذه القاعدة على المسألة التي بين أيدينا المسألة التي بين أيدينا من خلال الروايات المتقدمة هناك صور أربع أربع الصورة الأولى الزوجة لا ترث من الأرض ومن البيوت والبساتين والسلاح والدواب الصورة الثانية الزوجة لا ترث من مطلق الأرض الصورة الثالثة الزوجة التي ليس لها من ولد لا ترث من الأرض الصورة الرابعة الزوجة أكان لها ولد من زوجها أم لم يكن فهي ترثه من كل ما ترك ترث من أرضه ومن بساتينه ومن ماله ومن سلاحه ومن دوابه ومن كل شيء بحسب هذه القاعدة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ما هو الأنسب للواقع الأنسب للواقع الصورة الرابعة من أن زوجة ترث من كل ما ترك زوجها في ميراثه وضعت بين أيديكم اتجاهين الاتجاه الأول وهو الاستنباط الشرعي وفقا لطريقة الاستنباط الصادقية روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الإمام الصادق هكذا قال عن الذي يتصف بهذه الصفة فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما هذا الاتجاه الأول وقد عردت ما عردت من الحقائق والمعطيات بين أيديكم ووصلت معكم إلى نتيجة واضحة قلت لكم إني أفتي بها لنفسي ولغيري إن أراد أن يعمل بها الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج وإذا كان هناك من لا يريد أن يعمل بهذا الاتجاه فهناك اتجاه آخر وهو أن الواقعة لها أكثر من صورة أكثر من حكم وبأي حكم أخذنا لتلك الواقعة فإننا قد نجونا لأن الأمر موسع علينا بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذا الكلام أساساً أساساً ألف كتابه وفقاً له في مقدمة الكافي في مقدمة الجزء الأول وهو يقول وَلَا نَجِدُ وَلَا نَجِدُ شَيْئًا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إلى العالم عليه السلام إلى صاحب الزمان وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم هكذا أسس الكليني كتابه الكافي أقرأ عليكم مرة أخرى ما ذكره في مقدمة الجزء الأول وَلَا نَجِدُ شَيْئًا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إلى العالم عليه السلام إلى الإمام المعصوم صلوات الله عليه وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مَا وَسَّعَهُ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم الواقعة فيها أكثر من حكم وهذا هو منهج الأئمة لكما يفعل الطوسيون البتريون أن يجعلوا للواقعة حكماً واحدة ويدخلون في مسألة معارضة الأحاديث فيما بينها هذا موضوع مبنائي كبير وواسع الوقت يجري سريعاً ولا مجال للخوض فيه لكنني أقول لكم من الآخر إذا أردتم الدين فتمسكوا بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الآمنة الزبدة الذهبية الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك أتمنى أن يكون جوابي للأخت الفاضلة التي أرسلت رسالتها أن يكون جوابي شافياً وكافياً ونافعاً ومفيداً غداً الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة من مجموعة حلقات كلام لا بد أي يقال غداً الحلقة الأخيرة وكما عودتكم الحلقة الأخيرة تكون مهمة ومهمة جداً لأنها دائماً تتناول الجانب العملية والواقعية في حياتنا الشيعية نلتقي غداً إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله أمان الله أمان الله ترجمة نانسي قنقر